الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة ولكتعلقنا طبعا بالتعبير الكتابي التعبير الكتابي المرجع ومرشدي في اللغة العربية القسم الخامس طبعا ابتدائي إذن الوحدة الثالثة ها هي الوحدة الثالثة طبعا عدنا التعليق على صورة التعليق على صورة سنرى الصورة أولا نعم طفلات أمام شاشة الحاسوب وطبعا خلف الصورة ماذا ترون نعم كائن غيب أو طبعا وحش حيوان نعم إذن أول حاجة صورة الانطلاق أعلق على صورة في حدود أربعة أو خمسة الصور سنقوم بالتعليق على هذه الصورة في حدود أربعة أو خمسة الصورة أخطط لأستعد للتعليق على الصورة أخطط طبعا لموضوعي طبعا لا بد من تخطيطين لطبعا الاستعداد للتعليق على صورة إذن من في الصورة من خلال من في الصورة؟ طبعا هنا توجد طفلة أو فتاة نعم أين هي أين؟ طبعا في غرفتها أو في بيتها طبعا في المنزل مع من تحدث الفتاة؟ نعم من خلال الصورة تتحدثوا مع قطين يبدو طريفا مع قط صغير أو بقط ضريف وبأي وسيلة؟ ما هي الوسيلة التي تتواصل أو تتحدثوا مع الوسيلة؟ طبعا الحاسب عبر الانترنت عبر الانترنت نعم ماذا يوجد بخلفية الصورة؟ نعم هذه الصورة الخلفية يوجد كائن غريب أو حيوان طبعا مفترس هل الطفلة خائفة أم مطمئنة؟ لاحظوا ملامح وجهها هل هي خائفة أم مطمئنة؟ طبعا طفلة مطمئنة لأنها طبعا لماذا؟ لأنها لا ترى هذا الوحش المخيف أو هذا الكائن الغريب إذن فهي مطمئنة مرتاحة نعم هذا الشيء اللي قلنا سنرى هنا يوم هو عدنا طفلة أو فتاة توجد في غرفتها تتحدثوا مع قط يبدو لها ضريفا سؤال ثاني يوجد خلف الصورة كائن غريب يبدو مخيفا أو طبعا مرعب مخيف الطفلة طبعا مطمئنة من خلال ملامح وجهها أو تعابير وجهها فلأنها لم ترى لم ترى بلدال لم ترى الحيوان المرعب الذي يوجد خلف الصورة نعم أفهم مدلو الكورج طبعا هنا أذهب أبعد إلى الصورة أو أبعد من الصورة أكتب جملا تعبر عن قواعد استعمال الأنترنت آمن مثلا لا أتحدث مع أي شخص لا أعرفه لا أستعمل الأنترنت أنا وحدي منعزل في البيت لا أدخل أي موقع لا يناسب سني لا أدخل أي موقع طبعا نشوفوا هنا أحمي نفسي طبعا من بين القواعد استعمال أحمي حياتي الخاصة فلا أنشر صور وفيديوهات أسرتي وأصدقائي إذن بالقواعد أحمي حياتي الخاصة فلا أنشر صور وفيديوهات أسرتي وأصدقائي ثم لا أفصح عن هويتي طبعا اسمي وجنسيتي أحذر من الغرباء أحتاط ولا أنشر أي معلومة أحتاط ولا أنشر أي معلومة إذا كان لدي أدنى شك عند استعمال الأنترنت أخبر والدي أو من أثق فيهم أرفض بشكل قطعي أي دعوة للقاء أرفض بشكل قطعي هذه بعض قواعد طبعا استعمال الأنترنت هناك قواعد أخرى نعم سنعود إلى بعدما كنا ندره أراجع المحاولة الأولى للتعليق لا أنجز المحاولة الأولى للتعليق على الصورة تظهر في الصورة فتاة وهي كما سألنا قبل مطمئن أو مرتاحة تتحدث مع قط ضريف مستعملة الأنترنت تعتقد الطفلة أنها تحدث عبر الأنترنت إلى شخص يبدو أمينا صادقا صالحا وكأنه أحد أصدقائها الحقيقة أن هذا الشخص طبعا فهو كائن غريب نعم مخيف وكأنه حيوان أو كأنه وحش سوف يفترسها أو ينقض عليها إذن أراجع المحاولة الأولى للتعليق على الصورة طبعا نحاول أن نصاب إنشاء بناء على هذا المتحكم من أعطونا أو هذا الجمل الذي أعطونا أعطونا تظهر في الصورة فتاة وهي طبعا كنا مرتاحة سنقوم بالإجابة دينا إن شاء الله آه 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 طبعا نعم عدنا هنا آه نكبر الصورة تظهر في الصورة فتاة تظهر فتاة في الصورة وهي مرتاحة أو مطمئنة تتحدث مع قط مستعملة للأنترنت وخلف جهاز الحاسوب هناك وحش مخيف إذن تعبر الصورة عن فتاة تعتقد أنها تتحدث عبر الأنترنت إلى شخص يبدو أمينا أو صادقا وكأنه صديقا لها وكأنه أحد أصدقائها والحقيقة أن هذا الشخص غريب وكأنه وحش مخيف مرعب سوف يفترسها نعم إذن تعلمنا الصورة أنني عندما أستعمل الأنترنت بالحاسوب أو بالهاتف أو باللوحة الإلكترونية طب لد يجب أن يكون استعمال له آمنا فلا يجب طبعا فلا يجب أن أتواصل من شيء أن أتواصل أو أن أتواصل مع أشخاص لا أعرفهم طبعا وإياك أن تنشر صورا لك أو لأسرتك أو لأصدقائك وإياك أن تنشر صورا لأصدقائك أو لأسرتك أو لأحد أقربائك واحذر من قبول أي دعوة للقاء مع الغرباء طبعا ممكن ديروه بصيغة أخرى طبعا تظهر في الصورة فتاة وهي مطمئنة تتحدث مع قطة مثلا يبدو ضريفا مستمت الأنترنت وخلف الجهاز الحاسوب هناك وحش كائن غريب مخيف مرعب تعبر الصورة عن فتاة تعتقد أنها تحدث عبر الأنترنت إلى شخص يبدو صادقا أمينا وكأنه صادقا لها أو كأنه أحد أفراد أسرتها والحقيقة أن هذا الشخص كائن غريب وكأنه وحش مخيف مرعب سوف يفترسها أو سوف ينقض عليها أو سوف يقتلها تعلمنا الصورة أنني عندما أستعمل الأنترنت بالحاسوب أو بالهاتف أو باللوحة الإكرانية يجب أن يكون استعمال له آمنا فلا يجب أن تتواصل مع أشخاص إذا تعرفهم إياك أن تشعر صورا لك أو لأزراتك أو أصدقائك واحدا من أي قبول أي دعوة وإياك أن تعطي عنوانك أو رقم هاتفك لا تكتب شيئا عن حياتك الخاصة طبعا وتساءل دائما عن صحة ما تقرأه في الأنترنت طبعا لأولادك أو أشخاص تتقو فيهم ترجمة نانسي قنقر